تعالى نعالج الانحراف حطوا قدامك كده خمس ست ولا سبع نقط نعالج بها الانحراف انحراف قائم واشكاله كتير اشكاله كتير خالص بس لما اكتشف انحراف الاخر هو او هي لازم امسك نفسي ولازم اكون حكيم او حكيمة وانا بعالج الموقف تعالى نحط مبادئ العلاج الانحراف داخل الاسرة اول مبدأ لازم تتجه لله اتجاه لله والتجاه لربنا يعني مناش غير انحنا نقف نصلي ولازم تؤمن وتعرف ان قوة الصلاة تستطيع ان تصنع المعجزات وتستطيع ان تنقذ الانسان وتستطيع ان تنشله من مستنقع الخطي عارفين مين اللي كانت تعمل كده مونيكا امه غوصينوس كمثال قعدت تصلي 18 سنة من اجل الحرف ابنه وزوجها ايضا كان وسني في الاول تصلي من اجل زوجها ومن اجل ابنه غوصينوس النهارده قديس اتجه وافتح قلبك بصلاة حقيقية عشان كده بنقول لكم دايما خلي بيتك مليان بالصلاة خلي بيتك ما لتحصنه ازاي ما لتحميه ازاي او تفتكر الحماية بالباب والشباك الحماية بالصلاة الحماية بالصلاة وبالانجيل هم دول اللي بيحفظوا ويحرصوا البيت صاحبتنا الساميرية راح تلغيط المسيح او المسيح الجهي عنده والمسيح ابتدى يجر الكلام وياه واعطيني لأشرب وابتدى يقول لها على الماء الحي وكل من يشرب من هذا الماء يعتش يبقى في حاجة تانية تخليني معتش هي اللجوء لله وطوبة للجياع والعطاش الى البر فانهم يشبعوا اول حاجة حط الله في الموضوع احياني يحصل المشكلة وننسى ان ربنا له ايد ويقدر يعمل ويقدر يشتغل حاجة تانية انه كن صبورا خلي عندك صبر ومسك نفسك او مسك نفسك المسيح ما لهاش في اول الكلام هزي جوزك لا تل اول خد ود وياها برغم انها في الاول كانت مكشرة عملة تقول له انت يهودي وانا ساميرية وانت راجل وانا امرأة وكان زمان في التوقيت بتاع المسيح كانوش الستات يكلموا الرجال ولا رجال يتكلم الستات كده ابدا خالص يعتبروها عيب اجتماعي كبير لكن المسيح ابتدى يتلطف وياها ويتكلم بحوار هادئ عشان كده اذا حدث انحراف في الاسرة بين الكبار من فضلك او من فضلك برغم ان فيه نار فقلبكو انا متأكد ان فيه نار شديدة لكن تمالك نفسك وكن هادئا وكن صبورا واعمل حوار وانت مسك نفسك والحوار اللي فيه حب ما هي امراتي ولا هو جوزي هنروح فين هي زوجتي او هو زوجي واحنا ارتبطنا جوه كنيسة فبقى المسيح اللي عايش وهيانا جوه البيت فيه طرف زعل المسيح طرف تاني يمسك في المسيح ويمسك فيه يسيبوش عشان كده من فضلكم جوه البيت خلوا كل نفس تكون شبعانة وما تنساش انا قلتلك في الاول ان الاهمال سواء منه او منها هو السبب الرئيسي الاهمال باي صورة يعني مش عايز ادخل في تفاصيل الاهمال واعرف كده ان النفس الشبعانة جوه بيتها بتدوس العسل بره بيتها هقول تاني النفس الشبعانة جوه بيتها تدوس العسل مهما كان حلوته بره البيت واضح اه فكن صبور وامسك نفسك وفكر ازاي نقدر نعالج الموقف ده هو نمرة تلاتة ركز على الايجابيات كل انسان فينا ايها الاحباء فيه جوانب ايجابية وجوانب سلبي فيش انسان مية في المية كويس ضروري زوجك او زوجك او زوجتك بينكم تاريخ حلو بينكم ذكريات رائعة بينكم ايجابيات وايام حلوة جدا بالتأكيد ليه تفتكر المناسبة الوحشة او الموقف الصعب وتنسى الشهور والسنين الحلوة ركز على الايجابيات المسيح لما قالها اذهبي ادعي زوجك وكان شاطر المسيح هو بيقولها اذهبي ادعي زوجك كأنه يدفعها الى التوبة وتكون النتيجة انها تقوله ليس ليه زوج يروح المسيح واخد الايجابة بتاعي بايجابية كان ممكن يقولها ده انت ماشي يا بطال ده انت عايشة مش عارف ايه مش كان ممكن يقول كده مغلطش خد بالك اوعد جرح او تكسر الطرف الآخر انت او انت اوعى ده موقف من موقف الحياة والحياة ستعبر عشان كده ركز على الايجابيات وكأنك بتصدكتك كلمة الحلوة او الموقف اللطيف من الطرف الآخر سواء انت او انت حاجة الرابعة من علاج للحراف من فضلك خلي بيتك ما فيهوش وقت فراغ خلي بيتك ما فيهوش وقت فراغ سواء عنده او عنده احيان ناس يتحال على المعاش بدري يشتروا سنين كده ويخرجوا بدري او يبقى عنده وقت فراغ الا اذا كان في ذهنه مشروح هيعمله واحيان هي بالمثل لما كان لولاد صغيرين كانت مشغولة بيهم لما كبروا شوية انشغالها قل من فضلك من فضلك خد بالك ان وقتنا يبقى مليان مليان روحيا ومليان اجتماعيا ومليان كتابيا ومليان بالمعرفة ومليان بالحياة اللي فيها مشاركة عمل ايجابي وطبعا من الحاجات الجميلة وده يبتنفع للصغيرين والكبار ووجود الهواية في واحد يقول لي هويتي التلفزيون التلفزيون ده مش هواية مش كده برضو يعني معينينك تقعد تشوف البرامج عشان تحكم عليها مش كده مش شغلتك دي هواية هواية نافعة اتذكر مرة زوجة كانت تقول لي هو كل اسبوع او اسبوعين يروح يصد سمك يا سلام لما يرجع وصيد السمك سواء صغير او كتير او يعني كيف ما يكون الخير لا يا ربنا يبعته له لكن بتقول لي نفسيته تبقى حلوة طول الاسبوع في واحد تاني وشغلته شغلنا يعني دقيقة جدا يقول لي انا لازم اروح في منطقة خلوية عند بحر ولا حاجة واعد كده يومين ثلاثة كل شهر في واحد يروح خلوة في الدير يروح يوم ولا اتنين زي ما تقول يتزبط المزاج النفسي بتاعه اشغل وقت الفراغ نقطة خمسة تجنب التوبيخ ما تخليش لفظة وحشة تطلع من لسانك تجرح الآخر او الزوجة يعني فيه غلط اه بس امسك عفة لسانك جدا لان الكلمة اللي بتطلع خلاص ما بترجعش